السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام بالجزئية رقم 11 من الفصل الخامس سنتناول عائلة من عائلات السراميك ماتيريال ألا وهي أريفراكتريز أو المواد الحراري أيضا سنتناول أذر سراميك ماتيريال أو نوعيات أخرى من المواد السراميكي أريفراكتريز ما هي أريفراكتريز أو المواد الحرارية؟ أريفراكتريز أريفراكتريز أجروب أو سراميك ماتيريال كيبابل أف وزيستاندين هاي تمبراتش فور بريلونجد بيريود أو تايم أي هي عائلة أو مجموعة من المواد السراميكية لها القدرة على تحمل المواد أو لها القدرة على تحمل درجات الحرارة العالية لوقت طويل من الزمن وغالبا ما تستخدم هذه المواد الحرارية كبيطانات للأفران التي يتم فيها سهر المواد المعدنية حيث أنها تتحمل درجة الحرارة العالية وحيث أن درجة انسهار المواد المعدنية هي درجة حرارة عالية فإذا لدينا في الحقيقة أربعة أنواع من هذه المواد الريفراكترز أو النوع اسمه أسيديك رفراكترز أي المواد الحرارية الحامدية common acidic refractories including silica, alumina and fire clay اللي هو un-embure coalinite هذه النوعية من المواد الحرارية الحامدية غالبا ما تحتوي على silica أو alumina أو fire clay أما النوع الثاني وهو الbasic refractories أو المواد الحرارية القاعدية it is a number of refractories are based on magnesium oxide أو magnesium هذه المادة الحرارية هي في الغالب ما تحتوي على أكسيد الماغنيزيوم أو الماغنيزيا كما نسميه أما النوع الثالث فهو natural أو neutral refractories حفوان neutral refractories these refractories which include chromite and chromite magnesite may be used to separate acid and the basic refractories preventing them from attacking from attacking one another هذه النوعية من المواد الحرارية المتعادلة وهي ما تحتوي على chromite أي أكسيد كروم أو chromite magnesite أي أكسيد كروم مع أكسيد ماغنيزيوم وفي الغالب ما تستخدم كطبقة فاصلة ما بين الطبقة الحامضية والطبقة القاعدية لماذا؟ حتى لا يهاجم بعضهم البعض وحتى لا يتم تفاعل فيما بين النوع الأخير special refractories أي مواد حرارية خاصة other refractories include zirconia zircon and veritai of nitrites carbides and borides هذه النوعية في الحقيقة تحتوي على وجود zircon oxide أو oxydizarcon أو zircon مع silicate ونسب مختلفة من nitrite والcarbide والبورايد أنواع أخرى من المواد السراميكية زي cement الأسمنت الذي نستطيع في عملية المناء وده اعتبر ceramic raw materials are joined using a binder that does not require firing or centering in process called cementation هذه النوعية من المواد السراميكية الأولية تستخدم binder كرابط ولا يحتاج عملية firing أو centering اللي تتخلص منه وتسمى هذه العملية بعملية cementation نوع الثاني coatings السراميك are often used to provide protective coating to other materials يستخدم أيضا السراميك كمادة حامية ل العديد من المواد عن طريق استخدامها في التغطيق thin film and single crystal same film of many complex and multi-component ceramics are deduced using different techniques such as spattering sol gel and chemical vapor deposition يوجد أيضا أنواع من المواد السراميكية على شكل طبقات رقيقة أو مواد ذاتة باللورة وحيدة وتنتج هذه المواد بالspattering أو sol gel أو chemical vapor deposition الفيبر أو الألياف الفيبر are produced from ceramic materials for several use as a reinforcement in composite material for waving into fabrics or for use in fiber optic system النوع النوع الآخر وهو fiber أو الألياف وتستخدم هذه الألياف في الحقيقة كمواد reinforcement لتصنيع composite material أو لتصنيع الألياف البصرية آخر شيء and assembly of ceramic components ceramics are often made as monolithic components rather than assemblies of numerous components هذه النوعية في الحقيقة تستخدم المواد السراميكية كمكونات يمكن أن تجمع مع بعضها البعض وتلحم مع بعضها البعض وهذه هي النوعيات الأخرى من المواد السراميكية ترجمة نانسي قنقر